أكثر سؤالي يجيني كيف أقدر أنقل بيانات جهاز الآيفون القديم إلى جهاز جديد السلام عليكم أنا عبدالله زاهر وأهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو رح أشرح لكم طريقة نقل بيانات الآيفون القديم إلى الجديد بطريقتين مختلفة ورح أحاول في هذا الفيديو أن أشرح أغلب المشاكل اللي رح تواجه المستخدمين في نقل البيانات عشان كذا خلك معي لنهاية الفيديو وإذا وجهتك أي مشكلة أكتب لي في التعليقات في البداية أنا عندي الآيفون الجديد على اليمين والآيفون القديم عندي على اليسار أنا رح أشرح على الآيفون القديم بالنسبة لي عندي آيفون عشرة نفس الشرح هذا تقدر تستخدمه على أي جهاز من الأجهزة أهم شيء أنك قبل ما تبدأ في نقل البيانات تتأكد من بعض الإعدادات في البداية تروح إلى الإعدادات تتأكد أنك أخذت نسخة احتياطية لجهازك ولا تنسى الإيميل في الأعلى لأنه مهم في نقل البيانات ولو حاب تأخذ نسخة احتياطية عن طريق الآيكلاود تروح إلى الآيكلاود ثم آيكلاود باكاب وتأكد أن يكون عندك مساحة كافية في الآيكلاود وأنا أفضل أن يكون عندك بيانات مهمة بالنسبة لي أنا عندي بياناتين مهمة حافظة في الآيكلاود وما أحتاج أني أأخذ نسخة من الجهاز بشكل كامل الحاجة الثانية نروح إلى عام وبعدين نروح نتأكد هل فيه أي تحديث جديد إذا كان فيه تحديث جديد لازم نحدث جهازنا إلى آخر إصدار حتى نستطيع نقل البيانات بمجرد ما نتأكد أن البيانات سليمة نروح على جهازنا الثاني نختار اللغة مثلا رح أختار اللغة العربية بمجرد ما اخترتنا اللغة العربية طلع لي هنا الإيميل مع إشعار إعداد آيفون جديد تقدر تضغط على continue بمجرد ما تضغط على continue تبدأ بتصوير الشاشة من هنا بعد اكتمال اللون الأخضر وعطانا العلامة الخضرة الآن يبدأ الآيفون في نقل البيانات لو كان عندك أكثر من حساب رح يعطيك خيار أنك تنقل جميع حساباتك أو فقط إذا كان لديك حساب واحد تضغط على إعداد لي فقط هنا رح يطلب منك نفس الرقم السري لموجود على الآيفون القديم تدخل الرقم السري وتضغط continue الآن يبدأ في إعداد الآيفون أو في إعداد نقل الآيفون طبعا لو وجهتك أي مشكلة في هذا الجهاز تأكد أيضا أنك ربطت هذا الجهاز بالواي فاي وأنك حدثت على آخر إصدار بالنسبة للفيس آي دي اللي هي بصمة الوجه تقدر تسويها الآن أنا راح أسويها لاحقا عندنا هنا خطوة مهمة في نقل البيانات عندنا طريقتين لنقل البيانات الطريقة الأولى اللي هي موجودة الآن أن ننقل بياناتها من الجهاز إلى الجهاز هذا مباشرة أو الطريقة الثانية اللي هي عن طريق الآي كلاود إذا كان عندك نسخة احتياطية آي كلاود تضغط على أغري الآن يعطينا الخيارات لو تبقى تنقل بياناتك من الآي كلاود تضغط على الخيار الأول اللي هي آي كلاود باكب إذا تبقى تنقل بياناتك من الآيفون الثاني تضغط على الخيار الثاني وعندك أيضا خيارات أخرى من البي سي أو الماك أو من جهاز أندرويد عندنا آخر خيار هنا هي عدم نقل البيانات نهائيا أنا راح أختار الخيار الثاني طبعا الخيار الأول هو الخيار الآمن وينقل بياناتك بشكل أسرع من الخيار الثاني لكن أنا أفضل إذا كان عندك شبكة الواي فاي داخل البيت سريعة أنك تختار الخيار الثاني نضغط على كنتينيو هنا تقدر تختار البيانات اللي أنت تحب تنقلها مثلا عندنا التطبيقات عندنا الإعدادات وعندنا الاتصالات ممكن تضغط على خيار Customize بعدها نضغط على Continue ثم Continue نضغط على تفعيل خيار Location إذا كنت تستفيد من سري تضغط على Continue أو ممكن تضغط الإعداد لاحقا في الإعدادات ثم نضغط على Continue وقبل ما نبدأ نقل البيانات يوجد تحديث مهم لا بدنا ننحدث جهازنا الجديد إلى آخر إصدار نضغط الرقم السري حتى يبدأ التحديث أمتى التحديث والتحديث يأخذ حوالي خمس دقائق حسب سرعة الإنترنت عندك في البيت؟ الآن بعد التحديث نرجع إلى إعادة الاتصال مرة ثانية بين الجهازين وقبل نقل البيانات بين الجهازين تأكد أن الشحن أهلا من خمسين بالمئة في هذه الجهازين أو ممكن تشبكها في الشاحن الآن طلعنا Preparing to Transfer معناتها أن الآن بدأ في نقل إعداد البيانات بين الجهازين العملية هنا رح تأخذ حوالي من خمس إلى عشر دقائق حسب البيانات الموجودة على جهازك وعلى حسب سرعة الإنترنت عندك في البيت الآن الشاشة زي ما طلعت لنا آن بدأ النقل بين الجهازين ورح يظهر لنا في الأسفل كم عدد الوقت المتبقي من نقل البيانات وخلال عملية نقل البيانات هذه الأنصح أن يكون الجهازين جنب بعض ويكونون مشبوكين على الشاحن حتى توصل البيانات إلى جهازك الجديد بدون ما تفقد منها أي حاجة رح ننتظر حتى ينقل البيانات بشكل كامل ورح أقول لكم كم أخذ مني وقت بالضبط الآن باقي على عملية النقل تقريبا دقيقة واحدة واستغرقت عملية النقل حوالي أقل من ساعة الآن انتهت عملية النقل ونقول لك كده مبروك تم عملية نقل البيانات رح تظهر لك هذه الرسالة في الآيفون القديم أما بالنسبة لآيفون الجديد رح يتم إعادة تشغيل الجهاز نضغط على continue بالنسبة للجهاز القديم رح يعطيك هذا الخيار وهو حذف جميع البيانات الموجودة في الجهاز بالنسبة لي أنا رح أفضل أن تبقى على هذا الجهاز ورح أحذفها لاحقا الآن نقول مبروك الجهاز الجديد صار جاهز للاستخدام تقدر تضغط على continue وتبدأ في استخدام الجهاز رح أكمل أعداد الفيس اي دي لاحقا مطلوب مننا ندخل الرقم السري بعد ما دخلنا الرقم السري حق الاي كلاود يبدأ الجهاز الآن في استعادة البيانات الأساسية للجهاز مثال البطاقات الموجودة على المحفظة في جهازك الآيفون القديم تضغط على continue تقوم بعمل استعادة جميع البطاقات اللي تحتاجها الآن باقي الخطوات الأخيرة بعدما خلصنا من إضافة بيانات المحفظة عندنا ببيانات سيري نقدر نضبطها الآن أو ممكن نخليها إلى وقت لاحق بالنسبة لي أنا ما استهدم سيري فرح أضغط على إعداد لاحقا ثم نضغط على continue بالنسبة لزر الأكشن الموجود هنا ممكن نخصصه في وقت لاحق الآن نضغط على continue ومبروك تم نقل البعنات بشكل كامل إلى جهازك الجديد بما فيها الخلفية والتطبيقات بشكل كامل الآن نروح لآخر خطوة خطوة مهمة جدا هي بالنسبة لأرقام الجوالات بالنسبة لأرقام الجوالات هي تختلف من مزود خدمة إلى مزود خدمة آخر بالنسبة لنا في السعودية نحتاج أن نحذف الشرائح القديمة من الجهاز القديم ونطلب بدل فاقت من خلال تطبيقات شركات الاتصالات الموجودة على الجوال وبعدها تقدر تسوي عادة ربط للشريحة من جديد في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الشرح واضح لو عندك أي مشكلة أو استفسار واكتب لنا في التعليقات تحت في الأسفل لا تنسى تضغط زر الاشتراك وتضغط زر اللايك لدعم القناة شكرا على المشاهدة أشوفكم في فيديو قادم مع السلامة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة